سوف نقوم الآن بشرح شاشة المجموعات المخزنية يتم الدخول إليها من قائمة العمليات المجموعات المخزنية سؤال ما أهمية شاشة المجموعات المخزنية؟ الجواب هذه الشاشة مهمة من خلالها وعند ربط أي مجموعة بحسابات المبيعات أو تكرفة المبيعات أو الخصم المسبوح به أو مردود المبيعات فإنه عند تنفيذ فواتير المبيعات أو التوليدات المخزنية أو مردودات المبيعات سوف يقوم النظام بتنفيذ القيلة المحاسبة آليا وإثبات قيمة تلك الحسابات آليا بمجرد أن نقوم بإدخالها في هذه الشاشة كذلك تساعدنا شاشة المجموعات المخزنية عند تقسيم المخزن إلى مجموعات على معرفة مقدار أو كمية المبيعات الخاصة بكل مجموعة وعن نستطيع الحصول عليه من التقارير كما أنه تساهم في تقسيم المخزن إلى أصناف سوف نقوم بضرب مثال بسيط نفر الجدل أن في الدليل المحاسبي قمنا بإضافة حساب المخزن في جانب الأصول بالدولة ننقسم المخزن إلى مخزن سلاعي مخزن إنتاجي نحن نركز على المخزن السلاعي المخزن السلاعي أستطيع أن أقوم بتقسيمه إلى أكثر من 99 مخزن مخزن مواد غذائية أدوية إلكترونيات مواد بناء ملابس إكسوارات حسب طبيعة نشاط الشركة ملاحظة هامة لابد أن تكون عملة مثلا مخزن المواد الغذائية أو المخزن في الدليل المحاسبي الإلكترونية بنفس عملة المخزن في إدارة المخازن الآن سوف نقوم بتقسيم المخزن إلى مجموعات نقوم بإدخاله في شاشة بيانات المجموعات هذا يتم إدخال في الدليل المحاسبي المجموعات يتم إدخاله في شاشة بيانات المجموعات المخزنية نستطيع تقسيم مخزون المواد التي هي أكثر من 999 مجموعة مجموعة البر، الدقيق، الأرز، العصائر، الأجبان، الألبان وهكذا مجموعة البر نستطيع أن نقسم منها إلى أكثر من 999 سنف فمجموعة البر مثل مقسم من البر أمريكي، بر أسترالي، دغس سنابي، للبركة وهكذا الآن سوف نقوم بشرح خطوات إضافة هذه الحسابات في شاشة بيانات المجموعات يتم الضغط على زر الإضافة، نحادي مثل رقم المجموعة الأولى اسم المجموعة مثلا مجموعة البر رقم حساب المجموعة أي رقم حساب مخزون المواد إغذائية الموجود في الدليل المحاسبي يتم إظهار بالضغط على F9 ثم اختيار مخزون المواد، لابد أن يكون بنفس عملة المخزون إذا ارتكبنا غلط أو خطأ واخترنا عملة غير عملة المغزون، مثلا مغزون المواد الغذائي بالدولار سوف تظهر رسالة التالية تعارف في عملة المغزون وعملة المجموعة السبب أن عملة المغزون في إدارة المغزون غير عملة المغزون المواد الغذائي في الدليل المحاسبي لذلك لابد أن يكون بنفس عملة المغزون، نقوم بضغط على F9 ونختار بنفس عملة المغزون حساب مبيعات المجموعات، يعني إرادات المبيعات، سوف تقوم هذه المجموعة بإجماع أو بتجميع إجمال إرادات المبيعات عند تنفيذ فواتير المبيعات في هذا الحساب الذي سوف نقوم بإدخاله طبعا هو يدخل ضمن إطار الأرباح والخسائر في الجانب الدائن في الإرادات رقمه حساب تكلفة مبيعات المجموعة سوف تقوم هذه المجموعة بتجميع وتحديد إجمال تكلفة المبيعات في هذا الحساب الذي يندرج في الجانب المدين في حساب الأرباح والخسائر عند تنفيذ فواتير المبيعات الخصم المسموح به عند بيع فواتر مبيعات ومنح عملاء خصم مسموح به فإن إجمال الخصم المسموح به سوف يتم تجميعه في شاشة أو في حساب الخصم المسموح به طبعا رقمه كذلك مردودات المبيعات التي يتم إرجاعها من قبل العملاء سوف يتم تجميع إجمال مردودات المبيعات في هذه الخانة في خانة مردودات المبيعات عند عمل فاتورة مردودات المبيعات ثم نقوم بعملية الحفظ شكرا